هتولي بقى التشكيلة بتاعت الافضل عشان تعرف الكاف واصل لحد فين واصل لحد فين حطيت لك مين بقى في حراس المرمى يعني انت اخترت ياسين بونو افضل حارس في الكارب الافريكية 2023 فطبيعي الوحباصس كده الى ياسين بونو في التشكيلة المثالية صح كده ولا ما يعني ولا انا بتخيل حاجات غلط قالك لا ما هو ياسين بونو خد جايزة خلاص بقى النيدي الونانا جايزة تب ما تديه لشناوي ده ان انا عامل كوارس ومانشستر الونايتد ماشي الكاميروني اندريا اونانا في حراس المرمى خط الدفاع اشرف حكيمي وسنغالي كاليدو كوليبالي والكنغولي شانسيل مبيبة من مرساليا خط الوسط توماس بارتي محمد كدوس فرانك زامبو وسفيان مرابط خط الهجوم محمد صلاح وساديو مانيه وفكتور اوسمين بيصالح بقى اي صلاح بيصالح سفيان مرابط والغريب برضو انها مش حاطت كمان رياض محرس في التشكيلة دي يعني رياض محرس ولا ساديو مانيه ساديو مانيه اللي هو يعني لعم نص موسم الموسم اللي فات غريبة جد غريبة جد بص كل حاجة في جوائز الكاف تفتح بقى كيه وتقول حاجة دي الجوائز الوحيدة اللي ممكن تعديها وتقول سليمة مية في المية ان وليد الكراكي مسلا افضل مدير فاني مش هنختلف ان ياسين بونو افضل حاجة رغم ان محمد الشناوي كان في المنافسة بس حظ محمد الشناوي وحش جدا انه لو كان بينفسه السنادي ياسين بونو اللي هو ربع العالم واخد يوروبا ليه مع عشبلاية فالموضوع في منطقة الصعوبة فماشي مفهومة منطقية ايه تاني بقى ايه جوائز تانية للمنطقية في النادي الاهلي افضل نادي طبعا ماشي بيرستاوي افضل لا ماشي بس الاساس اللي هو افضل لاعب في الكرة اهم جايزة يعني لا لا مش طبعية مش طبعية خالص بصراحة برضو عشبافتكرش ميه اللي انا بقولك ان فيكتور اوسمن ده لعب وحش اللي هلاعب عظيم جدا ده كلها انديت العالم نفسها بس تاخد فيكتور اوسمن واحد من اهم تلات مواجمين في العالم مفيش خلاف بس المعايير مضروبة بالنار في الكاب بصراحة خالص يعني